اشتركوا في القناة حملة تطعيمات طلاب مراحل التعليم الأساسي والإعدادي وفي ملف اليوم نناقش الخطر الذي يهدد الانتاج الوطني للتمور نتيجة انتشار آفة سوسة النخيل والجهود المبذولة لمكافحتها شرى فرع الحرس البلدي صبراته حملة تفتيش على المخابز الواقعة داخل نطاق البلدية وذلك لكثرة الشكاوى الواردة بشأن بعض المخابز وقال جهاز الحرس البلدي صبراته انه تم خلال الحملة اغلاق بعض المخابز وتحرير المخالفات للبعض الآخر من حيث التراخيص والشهائد الصحي للعمالة ومخالفة المعايير وشروط الموضوع للمخابز والاهتمام بالنضعفة اكدت شركة لبريغ لتسويق النفط استمرار عمليات تزويد المحروقات مستمرة بالصورة المعتادة للجميع وخاصة في المنطقة الشرقية وقالت الشركة ان خصصت المنطقة الشرقية 125 ألف طن من البنزين و60 ألف طن من الديزل ونحو 7 ألاف طن من غاز الطهي من المزمع تسليمها إلى المستودعات في أكتوبر القادم يأتي هذا في ضل اتهامات توجهها عدد المستخدمية الشركة في مستودع راس المنغار ببنغازي للجنة الإدارة في طرابلس بوقف تزويد بعض المناطق بالوقود بالإضافة لوقفها بعض المزايا كبدل الإضافة والتأمين الطبي والتعيينات الجديدة تسبب تسريب غاز في حق لاب الطفل في توقف امدادات الغاز بكمية تقدر ب130 مليون قدم وكعب ما أدى إلى نقص حاد في تزويد الغاز الأمر الذي ترتب عليه عاجز في الشبكة الكهربائية يقدر ب400 ميجاوات وقالت الشركة العامة لكهرباء في بيان على موقع التواصل الاجتماعي في سرق أنه جرى اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على الشبكة إذا دخلت الوحدة الثانية بمحطة توليد السرير الغربي وعزلت الوحدة الخامسة بمحطة شمال بنغازي قبل أن يتم تشغيلها بالوقود الخفيف لتقليل ساعات الإطفاء نظم مكتب إدارة التربية بوزارة التعليم دورة تدريبية في مجال التربية للفئات ذوي الإعاقة في مدرسة الجهاد بطبرق شملت هذه الدورة التخصصات مختلفة قسمت إلى ثلاث مجموعات منها اختبارات المقاييس النفسية والتهيل والاندماج التربوي والإرشاد الأسري ذوي الإعاقة وقال القائمون على هذه الدورة أن الهدف منها هو إدماج كوادر العمل مع الفئات أو مع فئات ذوي الإعاقة كل يوم تأخذ موضوع في الاندماج التربوي ذوي الإعاقة الهدف الأساسي منها إعداد كوادر في العمل في مجال الاندماج التربوي ومجال العمل مع الفئات الخاصة ذوي الإعاقة مجموعة من الأساتذة منهم الدكتور ناصر المنصوري منهم الاستاذة سمية جهمي الاستاذ عيد بعبودة ودكتور سلمة الشعري كل حد يعظي في مجال تخصى في الفئات الخاصة والتربية الخاصة المكتب القائم على هذه الدورة هو إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم تستمر في ترابلس حملة التطعيمات الخاصة بطلاب مراحل التعليم الأساسي والأعدادي رغم قلة الإمكانيات ومنها مشكلة انقطاع التيار الكهربائي المتواصل ولساعات طويلة هذا لموقفش أيضا سير هذه الحملات استمرار حملة التطعيمات المدرسية والكشف والتطعيم الطبي اللي يشرف عليها البرنامج الوطني للصحة المدرسية للعام الدراسي 2018-2019 هالحملة السنوية يخضع فيها الأطفال الملتحقين بالصف الأول ابتدائي لكشف العيون والأسنان والصحة العامة والجلدية والباطنة على أن يتم إستار شهاية صحية ليهم وأيضا طلبة الصف الأول أعدادي عند هنا الصورة واضحة الوضع طبيعي الأمور تجري على النحو الصحيح لكن لما قربنا الصورة لقينا أن مجهودات العاملين في هالمكان كبيرة بالرغم من قلة الإمكانيات والعرقلة العمل تحت ظروف للأمانة صعبة خاصة قطاع طيال القهربائي بساعات طويلة تلاجات التطعيم تتحمل فقط 72 ساعة في حالة عدم فتحها ونحطوه في قوالب التلج لكن للأسف اليومين همها حرارة غير عادية وزي ما تشوف فيها ونحن في ظل عدم وجود طيار نشتغله مش موقفين لكن نشتغله تحت ظروف صعبة شوية خاصة قلة الإمكانيات يعني نحاولوا قدر إمكان ديره في مجهودات داتية لكن بالنسبة للكهرباء أكثر مشكلتنا للكهرباء لأنه لازم التطعيم يبيت تلاجة إحنا حتى لما نطعمه لازم نحطوه القوالب تلش المركز الصحي هايتي يعاني من انقطاع التيار الكهربائي حالة حل أي جهة أخرى في البلاد لكن اللي ما يخفاش على حد إنها المكان وغير من المرافق الصحية يعتني بصحة أبناء ليبيا المستقبل وإن التطعيمات تحتاج للتبريد والمكان يحتاج للتعقيم وحتى العاملين يحتاجوا بيئة مريحة تساعدهم على تأديد خدماتهم وباستمران انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفير المولدات لها المراكز حتى تستمر المعاناة خديجة محمد قناة سلام ترابلس جلسة نسائية ضمن برنامج تدريب لتمكين المرأة اقتصادياً تم عقدها في دار نواجد الثقافة بحضور عدد من ناشطات المجتمع المدني تم فيها مناقشة التجارب الشخصية اللي مرن فيها أو مرن فيها عفواً وكيف أثرت عليهم هذه التجارب والظروف المختلفة على حياتهم الشخصية ضمن المبادرات الساعية لتمكين المرأة اقتصادية نتدريبها على العمل والمشاركة في شتى المجالات نضمت في دار نواجي للثقافة بالمدينة القديمة جلسة بيشيتيم فيها سرت قصة تدريب أكثر من 1500 سيدة ليبية في 36 مدينة على مدى عامين موجودين اليوم في دار نواجي عندنا شوية جلسة في برنامج اسمه هدراز تحدثوا فيها عن تجربتنا في تدريبنا لـ 1200 سيدة في برنامج سبرينج بورد والإدارة والقيادة تكلمنا فيه مع الحضور تجاربنا اللي خضناها مشينا تقريباً ألموست لليبيا كلها في بعض الأوقات كانوا نجيبوا فيهم السيدات من جميع أنحاء ليبيا الجلسة حضرها عدد من النساء من مختلف مدى الليبيا اللي يشتغل في مجالات السياسة والمجتمع المدني وتم سرد القصص الخاصة بكل وحدة فيهن الحاجة اللي مثلت فرصة لتبادل التجارب وفرصة لاكتساب الخبرات بين الحاضرات له تأثير إيجابي في تغيير المرأة حول الأفضل البرنامج يعطي أدوات معينة للمرأة بأنها تبدأ بنقطة الانطلاق بنفسها سواء على المستوى المجتمعي سواء على المستوى الشخصي أو سواء على مستوى العمل منظمات جمعيات ليبيا وغير ليبيا مختلفة تقف وراء مثلها الفعاليات الساعية لتحسين أداء المرأة في المجتمع الليبي وتصحيح المفاهيم النمطية الموجودة عن المرأة وآل أحمد لشبكة سلام ترابلس في خطوة لقاة السحسان الوسط الفني في ليبيا وقعت الهيئة العامة للثقافة عقدا مع شركة اي امس لإنتاج سلسلة وسلسلات تاريخية من شأنها الرفع من مستوى لإنتاج الفني الليبي ودعم هذا القطاع بالإضافة إلى التعريف بعدد من الشخصيات التي كان لها دور هان في إنشاء دولة ليبيا الحديثة والجهاد الليبي بعد فيلمي الرسالة وعمر المختار بالإضافة لمسلسل حرب السنوات الأربع من جديد تعود الدولة الليبية إلى ساحة الانتاج الدرامي الضخم والهادف هذه المرة وهي الأولى من ثورة فبراير عبر الهيئة العامة للثقافة حيث أعلن عن توقيع الهيئة عقداً مع شركة اي ام اس الخاصة والرائدة في مجال الدراما الليبية لإنتاج سلسلة أعمال الدرامية تاريخية تم التوقيع على شركة في إنتاج عمل الدرامي التاريخي بين غنات السلام والهيئة العامة للثقافة لحكومة الوفاق الوطني هذه أول إنتاج تاريخي مسلسل تاريخي اللي هو إنتاج باسم الزعيمين بشير السعداء وإسليمان باروني هذا أول مسلسل درامي تاريخي حيبدأ في إنتاجه ضمن سلسلة من المسلسلات التاريخية والشخصيات التاريخية العقد لا يتضمن إنتاج مسلسل أو فيلم وحيد بل سلسلة تختص بالشخصيات التاريخية والوطنية الليبية اللي ساهمت في تكوين معالم الدولة الحديثة والجهاد الليبي اللي نحن مقبلين عليه أو المشروع هو مشروع ضخم المشروع فيه حس وطني عالي فيه تقديم مختلف لنماذج لشخصيات الليبية كانت قادة في الحقيقة لجهود وقادة لمشاريع وطنية أنقذت البلاد في السابق الخطوة لقت استحسان أوساط الفن في ليبيا خاصة بعد الانتقادات اللي طالت الجهات المونوط بها الارتقاب هذا المجال شيء هذا يفرحنا أن الدولة تكون مهتمة بالإنتاج الدرامي والفني والثقافي عموما خاصة في هذه الفترة المهمة في تاريخ ليبيا لأننا نعتقد أنه مهم جدا أن الأجيال الحالية تعرف تاريخ ليبيا الحقيقي صراحة بحكم أني كنت شاهد على هذا العقد فهذا شيء جميل جدا وهذا شيء مهم للفن والفنانين داخل ليبيا وللتاريخ التاريخ الليبي القديم ولشخصيات مهمة جدا في تاريخ ليبيا أولى ثمرات الشراكة من المتوقع أن تعرض في شهر رمضان القادم على شاشة سلام والتي ستبدأ بعمل يتناول شخصيتين المجاهد سليمان الباروني والزعيم الوطني بشير السعداوي وله مشاهدين نخرج فاصل قصير ومن ثم نعود لمناقشة ملف الليلة في كلام الناس ابقوا معنا أهلا بكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل لنناقش ملف الليلة في كلام الناس رغم أن لشجرة النخيل رمزية كبيرة في ثقافة المجتمع الليبي إلا أنها أصبحت اليوم أو في الأود الأخيرة تعاني من الإهمال في كثير من المناطق التي تزخر فيها هذه الشجرة المباركة انتشار الأفات والأمراض اليوم بدأ يشكل خطب كبير وحقيقي على إنتاج ليبيا من التمور ويهدد أيضا من جهة أخرى حياة الكثير من الأسر التي تعتمد بشكل مباشر وأساسي ورئيسي على محصول ما زرحهم كل عام من خلال النخيل اليوم نناقش في كلام الناس المشكلة هذه والقضية هذه ونسأل الجهات المعنية هل هي مدركة لخطورة هذا الموضوع وهل باشرت فعليا في حماية هذه الثروة التي إذا تم استثمارها بشكل جيد ربما تكون أحد مصادر الدخل المهمة في ليبيا مستقبلا وأيضا هل توفر الجهات ذات العلاقة الأدوية والمبيدات اللازمة للمزارعين وكيف يمكن وبشكل سريع حماية هذا الانتاج الوطني الآن نشوف التقرير الجاي الذي يحكي تفاصيل أكثر حول هذه القضية ومن ثم نعود لمناقشتها مع ضيوفنا الكرة شجرة النخيل هذه الشجرة المباركة جزء لا يتجزأ من هوية ليبيا وتنتج ليبيا حوالي 150 ألف طن سنويا من التمور المختلفة بأنواعها وجودتها العالية النخلة هي مصدر دخل أساسي للعائلات التي تعتمد على الزراعة لكن النخلة تواجه في تهديد خطير يحد من بقائها وأسهم بشكل كبير في موت المحصول الخطر هذا يتمثل في سوسة النخيل الحمراء السوسة هذه تعشش في النخيل وتبدأ تضع في بيوضها بكميات كبيرة ومن ثم تتحول إلى يرقات واليرقات هذه تتغدى على الجدور والألياف لعندما تصبح النخلة خاوية وغير قادرة على الصمود أمام الرياح المزارعين بدوا يشتكوا من هالآفة الخطيرة اللي بدت تتهدد محصولهم ومصدر دخلهم نعاني نحن في هذه المنطقة من الآن جدنا إصابات أمراض ثلاثة أمراض خطيرة هو مرض الحشرة الكثيرية الخضراء اللي الآن أترتنا على الانتاج وأصبح النخيل الآن أصيب بمرض وأيضا الانتاج الآن أصيب ببعض الإصابات اللي حالت دون نذوجة من انتقالها من مرحلة الغمق الأخضر إلى منطقة البلح الأصفر هنا بدت الحشرة تأثر على اكتمال النمو وطبعا هذا أثر على الانتاج وأصبح التمر مقزز وأيضا الطعم تعغير قابل السلك البشري وهذا بيأثر علينا وسببنا مشاكل كبيرة الآفات هذه اللي تنتشر في مزارعنا متنوعة وأصبح المزارعين مكتوفي الأيدي أمام هذه الآفة في ظل عدم قدرتهم أو دعمهم من الجهات المعنية لمكافحتها بالإضافة في مرض عندنا الغباش أو ما يسمى الحلم والحلم باللغة العربية والغباش باللهجة العامية هذا سيؤثر على الانتاج في مرحلة الغمق الأخضر واللون الأخضر هذا سيكون خطير وبيحول دون حصول على انتاج جيد قابل السلك في أيضا بالأعوام السابقة وسبنا بمرض اسمها مرض الدوباس وهي العسلالة التي طبعا حشرة تطقب الجريد وتطقب السعب وتساقط من مادة لزجة طعم سكري طبعا تتغدى على هذه الحشرة الدوباس وهذا حتى أيضا أثر على النخيل وعلى الانتاج وأساء تسويق النقية التمور الليبي الآفات هذه شكلت خطر كبير على الانتاج الوطني للتمور واستدعت وقفة من اللجنة الوطنية لمكافحة آفة سلسة النخيل للتعامل معاها وإنقاد النخيل الإصابة في المزرعة كبيرة جدا فيها عشر مزارع مصابة في مدينة هون تم مستمر العلاج إحنا كاللجنة نشتغلوا قاعدين نقولوها في كل القنوات العالمية وإنتم مشكورين قاعدين نشتغلوا بإمكانياتنا المحلية برغم أن فيه دعم من وزارة الزراعة بارك الله فيهم ومن المركز الوطني لمكافحة الآفات والحجر الزراعي فيها مصايد وفيها شوي مبيدات جهازية نحن حاليا نقوموا بعمليات القشط والفحص والتنظيف إذا كان لقينا إصابة نعالجه وإذا كان ملقينا حتى هو بنعالجه علاج بغاية ونلفوا بالبلاستيك زي ما تشوفوا أنتم وإن شاء الله رب يقدرنا خير ونطلبوا من جميع الناس في ربوع الوطن في ليبيا في الجفرة في مدينة هون التكاثف مع اللجنة يا أخوانا رام اللجنة شباكم رامضناكم أهمهم النخلة أهمهم الوطن أهمهم هالشجر المباركة عملية العلاج اتم عن طريق إخراج الحشرات من شجرة النخيل ورش المبيدات الحشرية والأدوية مصايد حديثة أو زي مفتاحنا قدامكم آية موجودة فيها حجرة بالسمرار نضمن كل ثلاث يام أرب أيام نسو إلى خمس يام نفتح ونلقوا في حجرة أثنين في كل مصيدة آية ونشوفوا في حجرة قدامنا ونشوفوا جنسها هذه أنثى ميتة طبعا بحرارة بالنظام الحرار اللي هو في المصيدة هذه أنثى هذه ما تشوفوا قدامكم الحمد لله المصايد حتى هي دائرة دور معنا كويس تشتر كويس إن شاء الله جت سوست النخيل من جنوب شرق آسيا وجاءت إلى جزيرة العرب عن طريق استيراد فسائل نخيل مصابة ومن ثم انتقلت إلى شمال أفريقيا يا ترى هل تنجح هيئة الزراعة في القضاء لهذه الآفة وتعود ليبيا لتصدير تمورها بكمية كبيرة من جديد أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد ورحب بكم ورحب بضيوفي الكرام في حلقة اليوم عبر الأقمار الاصطناعية الأستاذ مصطفى الزروق رئيس اللجنة التسييرية بالمركز الوطني الوقاية والحجر الزراعي التابع لوزارة الزراعة وأيضا الأستاذ يوسف رشيد رئيس قسم الإرشاد الزراعي وزارة الزراعة معنا عبر سكايب وعبر الهاتف الأستاذ محمد بدر مدير مكتب الزراعة بالجفرة وأيضا عبر الهاتف الخبير الزراعي محمد حسن الحلو وأستاذ سليمان موسى هو مهندس زراعي ورئيس فريق ملاحظة سوسة النخيل في منطقة الوحات ورحب بكم ضيوفي الكرام جميعا وأبدأ مباشرة مع الأستاذ مصطفى الزروق وهو رئيس اللجنة التسييرية بالمركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي سيد الزروق ورحب بك في كلام الناس وأبدأ معك مباشرة من موضوع حلقتنا يعني شجرة النخيل لليوم مصدر دخل لعدد كبير من العائلات ويمكن أن تكون أيضا مصدر دخل للدولة أو للمجتمع الليبي بشكل عام إذا ما تمت إدارة هذا الملف بشكل جيد من قبل وزارة الزراعة والمزارعين وزارة الزراعة كيف تتابع هذا الملف بشكل دقيق وأيضا معاناة المزارعين من الأفات اللي يعانوا منها أثناء زرحهم إلى هذه الشجرة المباركة وحتى جني محاصيلها كل عام بسم الله الرحمن الرحيم كما أشرت في التقرير هي الإصابة جاءت من خارج ليبيا وأول إصابة وأول تسجيل الإصابة بالنسبة لليبيا كان فيه إلى 2009 في مدينة طبرق انتقلت الإصابة في 2010 إلى مدينة ترهونة شوق الأحد وتم القضاء عليها بفضل المعاملات وفضل المهندسين والفنيين اللي تكاتفوا وتم مكافحتها انتقلت كذلك إلى منطقة تانية اللي هي في 2014 في عين زارة وتم القضاء عليها كذلك انتقلت لبنغازي في 2016 وفجئنا في 2019 وبالتحديد يوم 23 أربعة في هذه السنة أنها طلعت بؤرة في مدينة هون في منطقة الجفرة أما دور الوزارة فمن تلك الفترة أو من الأيام الأولى للبلاغ واللي جانت التي تشكلت سواء على مستوى والوزارة بعد البلاغ مباشرة بيومين تم بعد فريق للمنطقة وأجرى الكشفات اللازمة على الإشارة المصابة أثبت الإصابة بسوشة النخيل الحمراء بعدها مباشرة تمت الإجتماعات تم التنسيق وبدأت المكافحة وفي البداية نحب أن نشكر الفريق أو اللجنة المسؤولة بمدينة الجفرة التي قامت والعزالة تقوم بكل جهودها التي كانت محدودة إمكانيات بسيطة لكن أثبتوا جدارتهم في التفاني في المكافحة وأثبتوا للجميع بأنه عنده مهندسين وعنده عفنديين ومرشدين وكذلك بتعاون المزارعين أنهم يملكوا الخبرة واستفادوا من خلال هذه الفترة بطرق المكافحة وحاليا نقدر نقول أن الأمور طيبة طيب ولكن أستاذ مصطفى أنت تكلمت في بداية حديثك عن انتقال هذه الحشرة من مناطق متفرقة في البلاد يعني شرقا وغربا ووسطا ومنذ سنوات كثيرة كيف تنتقل هذه الحشرة بهذا الشكل وليش ما تم القضاء عليها بشكل أساسي انتقال هذه الحشرة يهتم إما عن طريق نقل الفساد أو أشجار النخيل من منطقة من منطقة في عدم تطبيق التشريعات اللازم واللي من ضمنها الحجر الزراعي الداخلي لأن حاليا نظر للظروف اللي احنا عارفينها كلها ما فيش حجر زراعي وكذلك تبعية الحجر الزراعي حاليا ما هو شتابع المركز الوطني لا هو تابع بوزارة الزراعة فبهذه الكيفية انتقلت لأن كل من يحب يرغب في نقل الفساد من منطقة إلى أخرى كان مسموح به ليش ما كانش في حجر زراعي والمركز الوطني الآن إلى من يتبع إذا كان لا يتبع وزارة الزراعة الحجر الزراعي يتبع حاليا المركز الوطني للرقابة على الأغذية والأدوية يتبع أمانة الزراعة وفيه تنسيق ونتمنوا أن يعود الحجر الزراعي لوزارة الزراعة حتى يتم السيطرة الحجر الزراعي لتطبيقه سواء خارجيا أو الداخليا ونتمنوا أن هنا يكون في تعاون من كل جهات سواء الزراعة سواء المركز الرقابة على الأغذية طيب ليش تم نقل هذا التخصص يعني هو التخصص بالحجر الزراعي المركز الوطني الوقاية والحجر الزراعي ما أسباب نقله من وزارة الزراعة وأعتقد أنه يعني لصيق بالزراعة أكثر من جهاز هيئة الرقابة على الأغذية والأدوية للعلم أن أنشية المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي بناء على رقم القرار اللي هو 98 لسنة 2012 وفي فترة هذه الحجر الزراعي كان تبع المركز الرقابة على الأغذية قبل إنشاء المركز وكان في عدة اجتماعات صارت وعدة لقاءات ولكن لحد الآن ما تمش استعادة الحجر الزراعي للمركز الوطني لأنه كان يتبع قديما وزارة الزراعة لكن في الظروف اللي التغت فيها وزارة الزراعة في السنوات السابقة اللي هي قبل 2010 تم أيلولة الحجر الزراعي للمركز الرقابة على الأغذية ومن خص المبيدات للهيئة العامة للبيع هذا اللي صار ونحن نتمنى الآن أن تعود المسئولية كاملة للحجر الزراعي تبع المركز وتبع وزارة الزراعة وكذلك ما يخص المبيدات من استيراد وغيرها لكذلك وزارة الزراعة طيب أبقى معي سيد مصطفى سعود إليك أذهب مباشرة إلى سيد يوسف رشيد رئيس قسم الإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة عمان عبر سكايب سيد يوسف أرحب بك في كلام الناس أبدأ معك مباشرة يعني من شكاوى المزارعين من هذه الآفات التي تنتشر بين الفينة والأخرى وتضر شجرة النخيل بشكل خاص وهذا ما يؤثر على حياتهم اليومية والعملية بشكل مباشر لكن انتشار هذه الآفات وخطرها على هذه الشجرة هل هي مشكلة إرشاد وتوعية من قبالكم أم أن هناك سباب أخرى الإرشاد ربما بعيد عنها بسم الله البنصح بس الاسم يوسف عليه أحمد عبداللطيف نعتذر منك وبالنسبة لنحن كرشاد زراعي أي شيء يتحقل لنا من المركز البحوث الزراعي أو من المركز الوطني للوقاية أو أي معلومة يأما بنوضحها في مطوية يأما عن طريق الإدعاد اللي هي عن طريق القنوات أنا بشخصية سبق وإني دخلت لقناة الرسمية والقناة الوطنية ولعدة قنوات وشرط لموضوع الحشرة القشرية الخضراء وعليه شجرة السوس من أكثر من سنة فاتت ونحن دائما نوابدا أن نحط الفلاح على أساسا الطرق اللي يتبحها باش يقي نفسه من أي آفة بغض النظر حتى غير عليه آفة اللي هي سوسة النخيلة أو الحشرة القشرية أو الغباش متاع النخيل وقد تكون بعض الأمراض أو الآفات الزراعية مشتركة لجميع الجار الفاكهة دائما باستمرار نتابع ولكن للأسف في الوقت الحالي اللي هي من عدة سنوات إمكانياتنا نحن كإرشاد وخاصة في المناطق مش شابحيننا مش حاطيننا شيء حاليا نتوح نحن قسم إرشاد زراعي طرابلس ما عندنا حتى مقر نتيجة الظروف الحالية ولكن نحن دائما باستمرار لأنني كنت السنة اللي فاتت وطلعت لنخيل كانت فيه إصابة وتوقعتها أنها هي سوسة النخيل وحاولت لجي الشخص نفسه وحاولتها للمركز اللافات الزراعية المركز الوطني اللافات الزراعية قبل أن يمسك الأستاذ مصطفى وطلعوا لجنة ودائما نحن يكون فيه تعاون ما بيننا وما بين الإدارات الأخرى اللي هي إدارة الوقاية كل الإدارات هذه متعاونين معها طيب يعني آلية عمل قسم الإرشاد الزراعي في الوزارة يعني كيف هي آلية عملكم هل هي عن طريق الإعلام فقط عن الصحف والإدعات من حد الثوعية أم هناك طريق أخرى يعني ممكن أن تعملوا عليها حتى بالزيارات الميدانية لما يجيه بلغنا أي مواطن أنه عنده يصابه والله عنده أي حالة نطلعوا ونتحققوا منها مجموعة مهندسين وفقا للتخصصات يا إما مهندس وقاية مهندس بس أنا مجموعة مهندسين عندنا في داخل القسم ونطلعوا ونديروا زيارة ميدانية وعلى الرغم من أنه بإمكانياتنا الخاصة ونشوفوا ونحاولوا ونمشوا ونزيدوا ندرسوا الموضوع مع الجهة الاعتبارية زي ما قلت لك لو لما توقعت أنه فيه سوست النخيل في الهضبة الخضراء في بيت واحد عنده نخلات مصابات مشيت طول واتصلت به اللي هو مركز الوطن اللي فات لأنه بحكم أنه ربما عندهم مش موبيدات عندهم مش حاجة بحكم أنه نحن ما عندناش إمكانيات طيب مسألة الإرشادة وحتى معرفة شجرة النخيل أو غيرها من الأشجار ربما تركيزنا اليوم على شجرة النخيل إذا كانت مصابة بسوست النخيل أو غيرها من الأفات هذه العملية ربما تحتاج إلى أبحاث وكشوفات بشكل دقيق من أخصائيين زراعيين هل موجودة هذه الالكانيات لدى وزارة الزراعة عندكم معامل خاصة للتشخيص وللفحص بشكل دقيق على أي مشكلة أو شك وجيكم من أي مزارع أو مواطن حين الأفات الزراعية ما تستحقش مختبرات الحاشرة عارفينها وعارفين مواصفاتها والمهندس متاع الوقاية بمجرد يجي يشوف الأعراض اللي واضحة على الشجرة بيعرفها إذا كان هي عندها نقص عناصر إذا كان مرضها فسيولوجي إذا كان مرضها نتيجة آفة نتيجة فاير طيب هذا يعرف بالعين المجردة ليس عن طريق تحاليل وفحوصات الأفات الزراعية معروفة وتعرف من خبرة الشخص والمهندسين عندنا خبرات أنا واحد من الناس اللي رأيتها 42 سنة 42 سنة لما ندخل لمزارعة مهما كانت مختلفة طيب لكن ربما ليس كل الموجودين في هذا القسمة وفي غير من الأقسام ليس بالخبرة التي لديك ربما ولا أسلك بشكل مهني وبشكل علمي من المفترض أن يكون في فحوصات وتشخيصات بواضحة جميع الأمراض لها مواصفات معينة أو علامات معينة ولهذا لما بيطلع المهندس إذا كان هو ما عرفه يحاولها زي ما قلت لك لما شكيت الموضوع حاولت لي اللي هو المركز الوطن للأفات الزراعية نحن كإرشاد زراعي نعتبره اللي هي زي الإسعاف الأولي نحن نطلعه ولما بنقول هلأ يا إما نحاولها لمركز البحوط ولولو نطلعه حتى نسقه في تنسيق حتى ما بينه ما بين الجامعة جامعة قلية الزراعة فدائما نحضره في الدكاترة والناس المتخصصين حتى لي أكثر مننا نحن واللي فهمين نحن ما نقولوش نحن اللي فهمين فالعملية لازم دائما نحن عملنا كإرشاد زراعي هو أن نوصل المعلومة الصحيحة للفلاح وكذلك للمستهلك ومثلا المستهلك يجيب النبه مثلا أنت وحنين النخيل هذين نقولو فيه السوسة النخيل وفيه العجر القسرية ونبدأ نبق فيه وقالت أن ننبه المواطن أنه ما يستهلكش التمور هذية اللي ربما فيه قليلية ضمير وواحدة يجيب يقولهم التمور ولا غيرها فعملنا نحن للمستهلك ولصاحب المزرعة وللشجرة تمكن طيب ابقى معي سيد يوسف سأعود أليك أذهب بمباشرة لأستاذ بدر محمد مدير مكتب الزراعة في منطقة الجفرة سيد بدر ورحب بك في كلام الناس منطقة الجفرة هي المناطق المعروفة التي تزخر بعدد كبير من الشجار النخيل وحتى تصدر هذا الدخيل إلى المناطق المجاورة لها وكل المناطق في ليبيا بشكل أساسي ولكن هناك شكاوى كثيرة من المزارعين حول سوسة النخيل وغيرهم من الأفات تصيب بعض الأشجار في بعض المناطق وهذا ما يؤثر على المحاصيل السنوية بشكل مباشر الزراعة في الجفرة والنخيل في الجفرة ومتابعة مكتبكم إلى هذه الشكاوى وهذه المشكلة كيف؟ أولاً أرحب بك أشتادي الفاظر أهلاً أهلاً وغيرهم من المهندسين سيد المهندس مطبخة مدير رئيس لجلسة في سوريا للمرتب اللقاء الحجر الزراعي كنت واضح بعلي جنران سوف نعم واضح تفضل نحن نسمعك بشكل واضح سوف أهلاً سوف المهندس عبدالنقيف المدير مكتب أو عيد المكتب الرشاة الزراعية في فتاة الزراع أفرابك أهلاً هذا ما يوثني من المعلومات طبعاً أرحب بهم أرحب بجوزة الكرام مرة أخرى أهلاً وقوناتكم المصر التي تطرقها لهذا لهذا الموضوع المهم جداً وهو آفة سوفة نصري الحمراء التي أصاب السيف فيها منصفة الجفرة في تاريس 24 2017 طبعاً من المهم التعريس بشجرة النخيل وما تعني شجرة النخيل في بلدية الجفرة تعتبر شجرة النخيل الركيزة الأساسية لفقرار الأسر في بلدية الجفرة الدخل الأساسي المعتمد عليه في جميع أسر وقادمين بلدية الجفرة زراعة متوارجة متوارجة زراعة موروط ثقافي زراعة موروطة من الأساس تعتبر النخلة رفيقة أهلنا المحلي الذين صبقونا في هذا الأذياد الغربية التهل التمور في سنة العام تعتبر ترجمة الجفرة تصل إلى المراتب الأولى في إنتاج التمور في ليبيا هو وصلت التمور المنتجة من بلدية الجفرة إلى العالمية وتصديرها إلى الخارج طبعا تعتبر من التمور الموجودة في بلدية الجفرة من الأصناف الجيدة من ناحية القدائية القيمة القدائية المتكاملة بجميع محتوىها القدائية كذلك اللي هو القيمة التجارية العالية التي أثبتها مشاركة المزارعين المهتمين والشركات الموجودة في بلدية الجفرة في جميع المعارض الدولية والمحلية تناصل التمور من بلدية الجفرة تاخل الأصواق الليبية ومشهود وليس حدث اليوم أو جديد الحدث هذا معروف عند كل الليبيين ساد بدر ولكن المشاكل اللي يعاني منها أو يشتكي منها أصحاب المزارع حتى مكتب الزراعة عندكم بشكل خاص كيفما قلنا 23 أربعة الماضي سوصلة النخيل أصابت عدد لبس بي من أشجار النخيل نريد أن نعرف هذا العدد الذي أصيب به هذا الآفة وكيف تعامل مع مكتب الزراعة وإمكانيات مكتب الزراعة للقضاء على هذه الأفات التي كيفما قلت تتمس حياة كثير من الأسر البسيطة في مدينة الجفرة باعتبارها مصدر الرزق لهم طبعا المشاكل 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 الموجودة ليس بحديث بجديدة يعني بثلث الإمكانيات بعدم الوقوف الرسمي على أو التوفير الاحتياجات الرسمية والمتخصصة لمكافحة الأفات نحن نتعامل مع كائنات حية سواء كارك الشجرة أو الكائنات الحية اللي هو الأفات المفاحبة لهذا المحصول من الناحية الزراعية طبعا كل أقلة الإمكانيات من الصابق وليس حديث عدم تفعيل دور بعض المشاكل المختصة بالمناطق عدم تعاون كذلك اللي هو الجهات المعنية بتوفير الإنسانيات كذلك سبب مشكلة تواقق هذه المشكلة حتى وصلت لما نحن اليوم في صدر طيب من تقصد بعدم تعاون الجهات المعنية سيد بدر المشاكل معك المشاكل يعاني منها المزارعين نبدأ أولا بعدم تفعيل الجمعيات الزراعية اللي هم المزارعين أتافت فيها من أبداء من جمعيات التعاونية إلى الجمعيات التخصصية الاستنفية اللي لطاها المزارع من الجمعيات الصابقة للعهد أو أتاف إلى عزوكم رغم أنهم المؤسدين الأساسيين يعني هم الجمعية العمومية هم الأعضاء المشاركين هم الأنس المساهمين حتى تسهل إن هي عملية حنحلت ضعب المشاكل البطيطة عدة تجراءات تخطط يعني يبقى اللوغ لها المزارع لعدم تفعيل الجمعيات الزراعية اثنين الجهات المختصة من ناحية وزارة الزراعة من 2015 عدم توفير اللي هو الميزانيات الممنوحة للجهات المختصة من مركز رقايا من مركز الشهد من وزارة الزراعة أصلا هذه أدت إلى ويش إلى أن الكائنات أو الأساس تتراكم جيل بعد جيل يعني موسم بعد موسم جميع الأساس جميع الأساس تتوصن هذا من يسم مكافحتها انتقال اختصاص التوريق موبداع إلى مؤسسات سيد بذر يعني أنت ألقيت اللوم على وزارة الزراعة بشكل مباس ووجهات المختصة لكن المشكلة الأخيرة اللي صارت في منطقة الجفرة وبشكل سريع يعني كيف تعاملتوا معها كيف قضيتوا على هذه الآفة اللي أصابت بعض الأشجار في الجفرة مؤخرا أكيد السبب الرئيسي في الإصابة اللي تم اللحقة ببنائية الجفرة أساسها هي أهم مؤقتة اللي هي بحيات المزارة الزراعة كانت تحمل المؤسسات نجل السلام الزراعة ديوان رئاسي نواب مؤسس مروبن منعرفت يتحملهم وقليتهم ليش فإن عدم العشوائية في الإدارات العشوائية في المؤسسات الضياعة اللي بايع فيه المؤسسات الزونا خلّى المورجين واصحاف النعم منعرفش الشوع الماني منعرفش توريط تموم توريط 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 فسائل غير 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 مراقبة رغمنا موجود يعني احنا المؤسسات نغيضة في القانون القانون اللي مشرع منعرفش تاريخ بالضلط هو بعدا توريط توريط المحاصيل توريط المنتجات المنبطقة من المشتقات المخيل توريط فسائل توريط مبيدات غير مناموطية نعم شكرا شكرا هذا أثرت نقطة مهمة سيد بدر محمد مدير مكتب الزراعة في الجفرة شكرا جزيلا لك أعود مجلس سيد مصطفى الزروق سيد مصطفى استماعت إلى ما قال الأستاذ بدر بصراحة لم وزارة الزراعة وحتى المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي لكن قال أثار نقطة مهمة هي توريط المبيدات التي ربما تستعمل من قبل المزارع يرى أن بعضها يعني غير مسجل بشكل قانوني وغير مناسب للقضاء على هذه لفات ربما يسبب ضرر أكثر من أن يكون سبب في العلاج اللي يقص الزراسات بدر وانا معاه في الكلام أن الموردين اللي قوموا باستيراد المبيدات ما هايش ما همش تابع لوزارة الزراعة هذول أسخاص قطاع خاص يتم استيراد المبيدات بدون مراعاة للشروط اللي هي أقرتها الوزارة لأنه فيه قانون مقاية النبات اللي هو من سنة 68 كذلك فيه لايحة الحجر الزراعي فيه عدة قوانين وتشريعات اللي هي صادرتها حتى الوزارة أو وزير الزراعة فيه ما يتم تطبيق فيها أو مراعاتها فلنطلبه إحنا الهيئة العامة اللي هي اللي هي مسؤولة حاليا على توريد المبيدات وهي تعطف الموافقات للموردين أنه يتم التنسيق بينها وبين لجنة المبيدات اللي هي تسجل في كل المبيدات اللي تدخل لليبيا والمفروض أي مبيد ما هوش مسجل يمنع دخوله عن طريق الجهات الضبطية عن طريق الجمارك عن طريق الجهات اللي هي المسؤولة على دخول هالبضايا حدي أو المبيدات هذا اللي يقصد السادة بادر ونحن معاه لأن المفروض أن كل ما يدخل من مبيدات تكون مسجلة طيب يعني هنا وزارة الزراعة مش مفروض لها علاقة بهذا الموضوع بشكل أساسي أم أن مسألة التوريد يعني هي بعيدة كل البعد عن وزارة الزراعة وممكن التاجر أو المورد يمشي يجيب الحجم اللي يبيه بدون مواصفات معينة من وزارة الزراعة أو رقابة بشكل خاص من وزارة الزراعة حاليا بعيدة وزارة الزراعة حاليا وزارة الزراعة أو المركز الوطني الوقاية والحجر الزراعي بعيدة على استيراد المبيدات وما ليش أي علاقة وما يطلبوش منها في أي ورقة ورقة أو شهادة أو رسالة تثبت أي شيء هذا اختصاص حاليا للهيئة العامة للبيئة وهي تعطف الموافقات طيب ما فيش تعاون بين الهيئة العامة للبيئة وزارة الزراعة عودة التخصص حسب علمي أنا كمركز وطني ما عنديش أي علاقة لعلمك بالهيئة العامة للبيئة إلا اتصاد شخصي أو في إطار ندوات أو كذا لكن كموافقة أو رسالة معينة ما عنديش أي اتصال معهم حاليا طيب ولينا تمنوا أن يرجع الموافقات تحت استيراد الموفيدات للوزارة الزراعة طيب شكرا لك لأستاذ مصطفى الزروق رئيس اللجنة التسهيلية بالمركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي بوزارة الزراعة كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة طيب شكرا جزيلا لك أذهب مباشرة للأستاذ يوسف عبداللطيفة ورئيس قسم الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة عبر سكايب سيد يوسف استمعت إلى ما قال السيد بذر والمشكلة الأخيرة التي صارت في منطقة الجفرة بتاريخ لا يصلح لكثير من المشاكل والآفات التي يعاني منها المزارع الإرشاد هنا كيف دورة حتى فيما يخص هذه النقطة هو ينبه في كل الحالات أن المبيدات عندهم فترات آمان وعندهم مبيدات تكون جهازية هذه ما لازم أنك انت فيها شجار لما بتكون التمور امتاحها شبه جاهزة للنضج هذه ما ترتش شبهها وبعدين كل حشرة لها نوع من المبيدات والمبيدات فيه مبيدات مسموح أن تدخل لليبيا وفيه مبيدات غير مسموحة لكن ينبارك خش وخلاص المهم هذا سبق وأننا نوهنا عليه في جميع القنوات سواء كانت مسموعة أو مرئية ودائما باستمرار ولكن يتطلب أنك أنت تتبع الإرشادات الزراعية الصحيحة باش تقلل من الإصابة الوقاية خير من العلاج الوقاية أنك أنت مثلا الوقت الحالي الواجب أنك أنت توقف على عملية التقليم للأشجار وتربيتها وريها وخدمة الأرض بتاعها باش أنت تقلل الإصابة إذا كان كنت ما اشتغلتش صحيح وعاليا أنت لما بتجرح النخلة وتخلي فيها خدوش فيها واحدة هي السائل يطلع منها يعتبر مادة جدابة للحجرة القجرية للحجرة لسوسة النخيل ويتطلب أنك أنت الفترة هذه قبل الواجب أنك توقف عملية التقليم خاصة تنظيف العرجين والجريد والحجرة هذه لكي تدير الجروح وبعدين تقص اللجار هذه يطلب أنك ترشها بمبيد الفصيلة قبل تصرحها لازم تغمرها في وقت المهم أن الكلام هذا ينقل إلى المزارع والمزارعين بشكل مباشر أشكرك كل شكرا سيد يوسف عبداللطيف رئيس قسم الإرشاد الزراعي بوزار الزراعي كنت معنا عبر سكايب شكرا جزيلا مباشرة الأستاذ محمد حسن الحلو وهو الخبير الزراعي عبر الهاتف سيد محمد ورحب بك في كلام الناس من قضية اليوم يعني الأفات التي تعاني منها المزارعين وتضر بأشجار النخيل التي هي مصدر لعدد لباس به من العائلات الليبية وأيضا البعض يعول على أن يكون هذا المنتج مصدر دخل للدولة بشكل عام والشعب الليبي بشكل أوسع وأكبر أنت كيف ترى الزراعة اليوم في ليبيا دور وزارة الزراعة كيف من المفترض أن تكون عليه الزراعة اليوم وحتى غدا بكل لكم كل شكر وتقدير قناة السلام وأيضا أخي وأيضا الزملاء المشاركين بكل وسائل الاقتصاد بهذه القناة التي نعتبرها رائدة وتعتبرت ناجد على ناجد إعلامية وقناة إعلامية محبوبة وجمهورها يعني تواقل برامجها الدسمة وأيضا بما أن عكسها على الشجرة الطيبة وليس الشجرة المباركة أن نسمع الشجرة الطيبة أود أن نحبب أن تسمى الشجرة الطيبة لأن الشجرة المباركة هي الزيتون وعليه هنا في محبوبة والثنين مباركات سيد محمد الثنين مباركات إن شاء الله طبعا المرقة بكي لكن في الطيبة والمباركة طبعا الشجرتين وهذه عمتنا نخذ خلقا من سيدنا آدم وعليه أنا رأيت بالنسبة اللي بنعطي نمحة بسيطة نواقيا على 29.8 بالخطة الذهب العالمي للطمور اللي بادي من كاليفورنيا بولا كاليفورنيا بأمريكا ومارة عبر المحيط حتى بادي بالمغرب والجزائر وتونس ومارة على منطقة الجفرة اللي هي والزان وهون وساكن والزلة والفقعة ومارة حتى على الوحاة الجالة ووجلة وشقرة وبعض جزء من المرات تزرب حتى مصر في السيوء البضعة وأيضا إلى رفقين المحتلة وأيضا جزء من سوريا وأغرال أردن وإيران وبلاد ما وراء النهر ودهان ممكن حق هذا بكل تأكيد أنه مرحب نسمعك بكل وضوح أيها منطقة الجفرة طبعا تحوي على حوالي أربع مليون ونصف أصف 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 من أجول نخيل البلح في العالم وعلى المتربع على رأس نخلة الحليمة التي حازن على الترتيب الأول في مدى قرومة سنة 2010 وهذه هذه نخلة 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 دائما تطرينا حتى نسمع من ضرحتنا بها سمعنا عليها بناتنا حليمة ونحتز بهذه الشجرة التي أبت إلا تنمو الزراعة اليوم في ليبيا سيد محمد حتى نستثمر الوقت معك وزارة الزراعة اليوم في ليبيا كيف من المفترض أن تكون عليه وحتى في المستقبل البعض يعني يعول على الزراعة في ليبيا بأن تكون أحد مصادر الدخل القومية والمهمة بشكل مباشر للليبيين كيف ترى اهتمام الوزارة بهذا الزراعة في ليبيا بشكل واضح طبعا مرقين أمال على التوسع الزراعي ووزارة الزراعة بمال ها من جهود لأن بقتبا رافض للأقصاد القومي في ليبيا وإيضا نحن الآن متشركين بالبقاء في سحراء في درج الحرارة حتى فوق الخمسين ومن الخمسة واربعين إلى سبا واربين وحتى واثنين وخمسين وإذا طبعا ممكن إذا كان أصابتنا هذه الأمراض مثل سوسك النخيل الحمراء والحشرة القصرية الخضراء وأيضا برضى الدباس اللي وضينا عليه في الثمانينات والليجالليبي في السبحنات في منطقة الزلة اللي تبعد عن التقام الخمسة حوالي مئة وستين عن مدينة ودان ومئة وثمانين كيلو عن مدينة وانتشر ودولة دخلت بالعلاج الجماعي بالطائرات وبالحاملات الرش بآلات الرش الجراد الصحراء وغيرها فكعد الحاملات عامة والدولة دعمتها وهذا شيء جني لكن الآن السوسة المخيل اللي جد طبعا بتتحاول أنا بتدمر إن النخلة اللي أنها اسمها إيدس المخيل وعليه نحن الآن كما مرضي الهبول اللي براد الساحل اللي بز الزيتون الآن نجم السوسة هالي وهذا اسمها إيدس وعليه الهجيل اللي تعارف إنه ما يُعارج بالعمر الهيئ وعليه نزل من وزار الزراعة الآن أنا أنا بنشكر ها بالحملة اللي جات للجفرة وعلى أرض الواقر والآن شاهدناها داروا بعض العلاجات اللي نفر البناستيك والحفر الأنفاق وتضاء على هذه الحشرة وخاصة بطور اليرقات اللي تبدأ شريحة وتوصل للقمة النامية والجمارة والآن أيضا الزمنات يتكلم عن الحجر الزراعي ولقى ما درنا الحجر الزراعي ناخل مركز الجفرة إن الآن يصاب بمدينة مركز البلدية وعليها الآن وأن تنشر على بعد 20 كيلو حوالي عن ودان وال15 كيلو وأيضا إلى الغرب مدينة السوكنة طبعا هذا بالمعنى ضربنا هذا الخط البابي والبنتاج وصلت الفكرة برغم أنك لم تجد سؤالي سيد بدر ولكن الوقت يدهمنا الأستاذ محمد حسن الحلو وانت الخبير زراعي كوتمان عبر الهاتف منطقة الجفرة كما أشكر كل ضيوفي الكرام الذين كانوا معي في حلقة اليوم حفظ الألقاب والصفات والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام الحسن المتابع والمشاهدة ودمتم بالخير إلى اللقاء